هارون يقول أعاني من الوسوسة في الصلاة فأقوم بإعادة الفرض مرتين هل المرة الثانية تبطل الصلاة الأولى يا هارون أحسن الله إليك واجب عليك معالجة هذا الوسوس وعلاجه في خمسة أشياء أولها أن تكثر من قراءة آية الكرسي فإنها أشد شيء على الشيطان ثانيها أن تهلل مئة مرة في الصباح لأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهمك ولو الحمد وعلى كل شيء قدير ثالثا بالدعاء في سجودك قل دائما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رابعا اعتني بطلب العلم فإنه وقاية من وسوسة الشيطان ثم خامسا الإهمال الإهمال لا تعد الصلاة يا عبد الله أحمل هذا الوسواس لا تبالي به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى ذلك لأن الشيطان يأتي فينفخ على مقعدة أحدكم يوهم أنه قد أحدث أو أنه يعبث على فخذه يوهم أنه قد أحدث يعني خرج منه بول فلا ينصرفا يعني الإنسان ما ينصرف من صلاة إلى هذه الوساوس فاتق الله في نفسك ولا تستجب لهذا الوسواس